موسيقى 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 كان بلوغ الاستقلال مرام الجميع غاية صعبة المنال استعصت بامتداد مظلمة الحماية الفرنسية على الهيالة التونسية مظلمة دون حروفها التونسيون بدموع عذاباتهم وسقوها بدمائهم لا سيما مع تعنت فرنسا برفض المطالب الوطنية لحكومة الوزير الأكبر محمد دشنيق لفرض السيادة التونسية لكن فرنسا ردت بتأكيد الارتباط التونسي الدائمي بها موسيقى رسالة 15 ديسمبر 51 اللي فيها رفض لحقوق التونسا ورفضت فرنسا يعني مش تعت لحقوق التونسا مش متنقصهم شي من حقوق الجال يمتاح اللي كانوا موجودين وقتها فبطبيعة الحال بورقيبة عمل لك الدورة هذهكة في العواصم الغربية وكان موجود في بريز تقريب عام 52 في جامبي 52 وانطلع على الرسالة هذه متع رفض الحقوق التونسا اللي كان تقدم بها سيموحمد شنيق الوزير الأول متعلمين البي فاغتار وفهم كونه فرنسا ما عادش يعني ما عادش ما عاش معاها مفاهمة بكيفية سياسية يعني ما عاش فهمة حتى مفاهمة يعني غطرسة وهي بقتلي تشوف صالح يعني تعطيش حويجة وحنا ما عندناش حق كاتوانسا كما قلوها مش نطالبوها ف أعلن كلم سيل هادي شاكر خلوه أعمل نظم مؤتمر نهار 17 و 18 جامبي 52 وأكد على سيم محمد شنيق سيم محمد شنيق قالوا تبعث تقدم نازلة في باريس في أمام المتحدة توضعوا نازلة غاليك تسجلوها فصار هدايا صالح بن يوسف و حمد يبادراء هذو من مشاوا لباريس قدموا نازلة وسيل هادي شاكر أعلن في مؤتمر تعالي 17 اللي كونه نادى للشعب ما ناداشي لتساتره فقط نادى للشعب التونسي أكمله يقول له اليوم هي هي وصلنا لدرجة اللي حقوقنا معاك النجم وناخذوها إلا عن طريق كفاح 18 جرام في 1952 18 جرام في 1952 ألقوا القبضة لأستي الحبيب والزعماء والشعب الدستورية لكل معناها حطوهم في المعتشدات والزعماء هذو من المنفى بما فيهم أمتي الحبيب احنا معناها بقول كشبيبة معناها بقول مهتمين معناها بقول بالوضع شنو وحرقان حافلة الكار تبات الغذيكة في القلعة الحافلة تياتي تبات الغذيكة تبات الغذيكة وتلمينها عشرة الشبان عمشاء ثلاثة حمد الحمام بن عبد العديد الله يرحمه وخليفة بن محمود ومكة ديسي عمشاء لأن الكار حرقوها واحنا سبعة مشينا معناها حب يقول القصة والعواد بتاع التالي فقنا بدناها معناها حب يقول معناها تقريب كيلو متر ولا كيلو متر ونص ولا كيلو متر قل المام وكيروح لذر نحنا خرجنا تحت جبال العرباء ناس بدكت فكل البقايع ديك ولذر عملت صحبة عملهم وساعات أمام أمريكا لما خلت فيهم وهم قاعدوا جواعة قالوا لذر قالوا جيبنا الخبز قالوا جيبلكم الخبز وعطون يلا السلاح السلاح كل ممت المتريوز جديدة مزالت في واحد مكاحل مكارية غرينات حصل السلاح اللي تم كل هذي يقر يجيب غاد وإحنا مرعوبين مش نية هذي قل يثقي طيب يلي الخبز وكهو مطيب الخبز قسعة يك هذي هم رسها يدي لهم الخبز وهو يقولون هذي زلم لوح هذي الكل السلاح بالكرتوش الكل جي قحد المسدد ينظفوا فيه ويريقلوا فيه هذي كل طلعوا به اللي جبل ممون غدوة جيوا ألقاوا القبض على الشابيبة 18 واحد الشابيبة الدستورية لكل الناشطة قبضوا عليهم 18 نواعة قبضوا علينا وهزونا للبحث هزونا للبحث للمركز باردو ومعنا يقولوا قادوا يبعت فينا وزاء من عشرة اللي قمنا بالعملية والبقية اللي سيبوهم يك هو نهار كابلونا البحث وعملونا تصوير هذي اللي وريط هالك نهار 23 ماي 52 عدا العبز جديد تحكم علينا العش اجلس 24 ساعة تحكم علي صنديد وحبيب عمار معنا حكم عليهم بالعدام مانوبي بمفراج حكم علي الطلطة معنا حي بقول مؤبد التهر صادق حكم علي 20 سناء أنا وعبد القادر والصادق الشهيد صادق باللحاج تين حكم علينا 30 سناء 15 غال شاقة و15 سناء نفي مكتوب اللي حرقوا الكهر حكم عليهم عشر سنين كل واحد عبد الحمار بن عبد العزيز ومكة بن حمود ومكة ديسي هذو 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 في الليل هو هبط مع الغنم هبط مع الغنم المغرب يمشي كف السارح شد السارح شكر له ثم وقل له متكلمش ومشيني دخلني للدارة ديك القريج يمشي على ديه وثاقيها مالغنم باش ميشوفوش وزير ودخل ادخل قال البنات العب عليهم باسهم تعشوا ومشوا قال لي تطعي معي تم باش نحكي لك حاجات ونوري لك حاجات مفاهم كفهم خليت البنات غادي وهزني هو وساعتها أهبط بربعمياء شذب أربعمياء ثلاث أربعمياء بعد وصل لسبعمياء هو واحد أهبط مشيت هزني نحن هوا معاها ثلاث مصوار هزين يقطعوا في يم الويد هو في دوان بطريك كيف أنا الحجرة ضربتني قلت حيد هو شعل بطريك عنده أبط بطريك هكي كبيرة لك شعل هوا لازر قالوا ذكر 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 أخيتي ما غادي العسكر موقع طمال جبل الكل كميين وعسكر الدنيا محروبة شافوا وكل مقسم تاع الزوال حطوا فيها وبدوا يضرب لازر السيبني خطر لازر هو اللي يزم ويتقدم له قالوا شدها ورد بالك عليها وانا بشنا تاع لازر الفوق والثوار تاكي فيهم تاكي فيهم قليهم مرئيس أنا كيف الراجل لذلك باش تطلعني كيف قطع بالويد وانا ضربات شوني في ثقية شو في ثقية منا الواحد ها 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 عملية ها 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 الراجل نقول وشنية حاجة كيف النار دقلتلي في ثقية كل حد شي حد شي عزونا من عبد الجديد عن الثلاثة والزندالة بارضو يا كاه قعدنا في زندالة بارضو تقريبا درجتيش اجي ستة ولا السبعة شهر خممنا باش ننقو الحمس ونهربو وبدينا نحفر نهار ليلة حداش رمضان بالضبط بدينا نحفر في الحفرة بعد نير الكبير وخانسة وقتلي حضرة الحفرة ومازال ومازالت معها معناها ما دازلناش مع الروحة بارضمار شاورنا جرديان ما ننساوش اللي معناها حتى بايك مصباح حذائق شاورناه قلنا له الليلة الجاية أنا نفيش نهاربو في عصة كنتي كش نهو قلت أنا هاربت اثنين معناها اللي كان مشي تحكام عليهم بالعدام هاربت فانو في النهار ومازالت في البحث التوا ثم بجديده وطهربو لي لا ما تهربوش في عصتي لا لا طبع ثلية اللي عندهم طول الله فهمت يا مالك قال الليلة جاية ليلة السبت ليلة السبت معناها ليلة حد نهار سبت ليلة حد باش ياسمي ميشيل فرنساوي ومشي يسجروا في قسطح و العسكر معاه يسجروا ليلة حد معناها يسجروا ليلة حد ليلة حد البرنامج اللي وقع قالوا لي انت يوني مشيتي قلت مشيتي حد البقع ليلة ظهر وين قلت لهم ما نعرفوش قالوا لي مشوا مشوا في الجبل هنا قلت لهم لا ما نعرفش هم قالوا مشيتي لهم لا قلت لهم قال يتجري خير قلت لهم ما نعرف حد شاي دخلوني للسيليون حطوا لي واحدة لوحة كبيرة هك هذك عليش عملت العمالية المش الشي سم هذا المش شا تدابو وتحير عليك الرصاص عرفته كم بعد جبدو هولي قصان سعط الله يرحم ولي تايم ودويك حطوا لي هكتنول ركبية كتفوا لي ديالتان يزيروني من هنا خلوني في جيب ونحول الحواج الكل من فوق ويقطر عليك المام تعسيل بارد وانا نعيط ونبكي وابويا يجي يكلم هم يقولولو اقعد ثم ولا تخرجوك يقولولي يقولولي لا زهر وين يقولهم ما نعرفش يضربوني بالقراء بحسك الكراء يهز فيه وحطي يهزي تاوا كان جوي ثمات في ظهري ويداية عام 54 قلنا صبح التونس تمتاز مقاومين في المدن في السرية يعني يستعملوا في جميع وسائل حرب العصبات يعني باهي وما كانوا في السرية لما حال قنابل من جملة وهني يعني نحي خوية محمد صالح البراطلي اللي كان يبعثلنا فيما يسميوه العصبانات اللي هو ما أخلوها مفرقعات الممكن ما كنتش نعرفوه لكن يعني على طريق الناصر بي الناصر بي كان مغروم بالسيد البحري ويمشي بالزرد عنده اتصالات مع جماعة غديكة وهو مليه كانوا يبعثو لنا على طريق الناصر بي يبعثو لنا المفرقعات لمين بي ساعتها مشاها لازر عيطل عيطل وعطاه لفلوس وعطاه لكساوي وطلحهم لشبل وقالو نعاونة في كل الشي وبره نضرب على تونس ومرتو ومرتو السلاح تجبتلو فيه من تحت الفرش كان تدخلني البيت وتجبتلو السلاح من تحت الفرش ويجوه معكش معا ينسوف السرقة البيت كانت كمعا تعرفي باش نجيبلك على الفر بتاع البيت وحدة تقولها يمينة ربيك عادي شوف الرجال منه ضده حلق عليه بذات وجاب الكلام منه وقده رو قال الجيهاد مرقو ذراري من هنة اللي طاربهم قداد وجيله وعلى قلوب حزينة بنت البجاهة يمينة عمتي لزاكية كانت مرأة ثورية وكانت هي تقود ساعات المانفستاشون في وسط تونس وكانت هي اللي تسير قولوا شوية فيهم غالب القتل كان بطبعة الحال في المسلح الناس اللي كانوا مسلحين مثلا نذكر كوماندون ديران في سوسا ليوتنان لوفاشي في منزل تميم سيسيرو في غار الملح بورتوفارينا واخد اسم يعني وسل وسل يعني للوحدة وسل اختر كما قلنا وسل ولا فما اختر رسمي بالنسبة للجالة الفرنسية وهذا يا فرنسا ما كانت خايفة منه خمسة طيارات طيح لا زر افشل الوطنيون انتخابات مجالس البلديات ومجالس الاعمال في ربيع الف تسعمية وخمسين ونجحوا في خلق فراغ حول الصورة الاستعمالية التي اضحى تلقى صعوبة في ايجاد عناصر تونسية لخدمتها ومع تعنتي حكومة محمد شنيق وتمسكها في مطالبها الوطنية تم الضغط على الباي لقالته على تمسكه به وتسمية صلاح الدين البكوش الذي لم يفلح في 12 أبريل 1952 في تكوين حكومته الا بعد لئي وضغط من المقيم العام وكذلك الشأن بالنسبة لحكومة محمد صلاح حمزالي في 2 مارس 1954 والتي حدت بالثوار لمحاولة اغتيال الوزيرين المنصبين استقال كل منهما على إثرها محمد صلاح حمزالي مشي ناله مش نقلوه مش ننفذوا علي هون وقلوه مشي ناله هنا وعلي صنديد وصلح دين رفرافي والشيخ حسل عيدي راخبين هوا والشيخ حسل عيدي خرج ناله من باب باب سدعب سلام غديكة هون خرج ناله هون بالمتريات علي صنديد بالمتريات وانا وصلح دين بالفروض يستنى في شارع البشير صفر طوى قبل وقت القنط رمزات ما ثماش عميكة وهو العوزير له الهداي يجي من غادي قدامه مطار معناه يحب يقول ويجي يطلع القصبة مغادي متفاهمين الشيخ حسن وقتلي بشي ومينة بشيشية هكها وجاها معناه القبل يوقد الدورة مهمني ما هو بالناشر إلا ما دار إلا مخذات دورة فهمت يقول لا وقريبا يخلطنا باش هوميا بالشاشية أي وقت اتعدى يزف معناه يقول منع وهذا يعليش مونتس فرانس فتلز ومش يولي يرجع البورغيبة بورغيبة هو رئيس الحزب وقتها موجود في جزيرة جرواء وبورغيبة ما ننساوش فكذرف هذاك يعني جويليا وقوت عام 54 سامحولي الكلمة لابت نوار تعالي الفرانسيس كان يعني لا يحملوه للجالة اللي موجودة في تونس ولا جماعة اليمين اللي كانوا في فرانسا يعني بالنسبة ليهم يحبوا يتعاملوا مع الشيطان وما يتعاملوش مع بورغيبة يعني يوصل هكا يحير لهم في الشعب ويحب يخرجهم من تونس ذرفها يعني بحيث قرار موندس فرنس مش يرجع لبورغيبة ويتلز لبورغيبة ويطلب من البورغيبة حل سياسي مع تصاعد الحركات التحرورية في مختلف المستعمارات الفرنسية تأكدت ضرورة توجيه السياسة الفرنسية نحو التفاوض مع هذه الحركات لذلك تم تكلف الراديكالي بير موندس فرنس للتفاوض ورئاسة الحكومة لإخراج فرنسا من هذا المأزق السياسي العملية متع رجوحها وقبولها متتفاهم مع بورغيبة فقط هو الاختر على الجادة الفرنسية اللي كانت موجودة في تونس نذكر وقت اللي موندس فرنس عية البرغيبة خرجوا من جرواء وحطوا في باريس وبدأ معاه في المفاهمة أيامة هذات يتقتل كولونال دولا بايون فهموا اللي الشعب التونسي ما عادش راجع ما عادش راجع يعني ولو حتى يفنى بطبيعة الحالة والقوات ما كانتش يعني شي بعيد على بعضه ما بين شنو فرنسا وشنية تونس ولكن فطنه بإرادة وفطنه كما أقولها بعزم اللي يستحيل ممكن يفنيه والتونسة وما يقفوش لذر قال من لول ما نسلمش سلاح إلا ما نكمل على الأخر تمشيش فرنسا تغدرنا تمشيش حاجة قالوا برقيبة لا قالوا يا سيد الرئيس اتمهنا شوي خلينا أنا سلاحي ما نسلموش جماعة الأخرين يحب يسلم ويسلم قامناك نسلم أنا ايش ايش عملت كيف أنا نسلم مكاك عليش نسلم قالوا هاو باش نجيب وجنا من الفرنس وتصحلنا العادو معنا هاي دورو بينا لن دورو بيه وانت تسلم السلاح وكهو خلينا ريد هاي ما معنى ما معنى مقاوم جي تسلم له سلاحه العدوه توأحنا قريت أنا برشا كتبه متاع الجماعة اللي كتبهوا وحده كل شي يقول لك تسلم السلاح للحكومة التونسية لا لا السلاح اول شي ساعة البرنامج تعمل في الصفارة الفرنسية 22 تونسي و22 ضابط فرنسي عملوا 22 مكان في تونس يمشيوا فيهم الناس هذومة ينحي السلاح من يدين المجاهد ويمشي يعطيه لليوتنا الفرنساوي البعيد عليه ميت ميترو يعني يرجع له الأخرى وريقة ورقة فيها السوف كوندوي اللي مش ما يطبعوهش ويعطيوه طريف فلوس يعني كإهانة أنا ما نصورش أوطى من هذا كتطيح يقدر ما فماش أكثر من هذا المسألة يفضلك حالا نرجع الساعة قبل لا في الدين ولا في العرف معنى تسلم إصلاحك وانتي لبس عليك إصلاحي يتسلم وقت اللي يغلب عليك عدوك ممكن إصلاحي يتسلم الحكومتك ممكن وقت اللي تبدأ مستقلة ما يتسلمش إصلاحي فضلك اللي أنت فرضت به أراك وفرضت به كما قلوها إيرادتك على العدو اللي يصل مشاء البورجيبة وهزوا من جروه حطه في باريس وقالوا لو إذا سيدي يجن فهموا أنت هدايا العملية اللي تعاملت هدية أنت إيش تعمل تنحي سلاح كمعنتها يعني عاودت سلم تروحك فهم اللي تقبلها معناها حي بيقول وفهم اللي ما تقبلش أنا لقعد بالنازل بكيت اللي يستقلينا والله بكيت كنت كنت حر زفروت فوق مني معناها يقول وانا ندور في وصل العاس ما بنيش معتها حد يكلمني يش بيك موش مزانة بتاع لعب وليت صح لمسيح بشنو اللي ما نحكم فيي الحرية متاعنا إطوات الحرية متاعنا معادش عنا حرية كما كنا كما ندخل حد حديث حديث واحد مقاوم معناها كقايد جاء الوقت اللي كنت في شبل كنت أنا الجايد أحمد والكاهي أحمد والخليفة أحمد والكوميسار أحمد وأحمد هو الكل صح المسيح طوي كوليت فهمت يالله طب بصراتي ونمشي معنا معاش أحمد أنا كنت مشارك في لجنة تسلم السلاح كنت مع واحد الله يرحم ونعمه من اتحاد الصناعة والتجارة وكان حبيب بورقيب الأبن هو واحد آخر في كان ثم أحدش فريق اللي داروا على البلاد أنا كنت في فريق القيروان اثنين ولم لم المقتدر المسلاح على خطر ثم البعض لفايت أخواننا الجزائرين كان من أهم بنود اتفاقيات الاستقلال الداخلي تسليم السلاح الرجال الذين روعوا المعمرين وركعوا المستعمر لطاولة المفاوضات وهو المتعنت الغازي الذي تعود عن إصدار الأمر والقرار ورفض كل أشكال الحوار ولقد جدت من جام في 52 إلى ديسمبر 54 تاريخ تسليم السلاح حوالي 34 عمليات مقاومة أقضت مضجع المستعمر وجعلته يفرد بجلده مهجوب نالي ونحن ديفا باتسال مع المقاومين خسار سيطيب المهجوب قاله اقبل بالشر قاله الزعيم في روح ولذان عبد نعم القرار كور ليه يبيته معه حتى في البيت أما اختار هم لي من جماعة كلهم معنا نستثاغ بهم مهجوب بطبيعة الحال معنا اختار نحن خمسة الطيب عبدالله خليفة العزوزي من تينشا صلاح دير رفرافي من رأس جبل علي صنديد العبد ولله بقل 33 اختار نفهم دي الله وعمل لنا أوراق رسمية مطبوعة بطبع الهزب اللي احنا مناع حراس خاصين بالفرنسوية كتب واخذوه خمس فروض بالرخصة رخصة رخصة فرنسوية خمس فروض خذوه هم مناع يقول هذا مناع وانا استعمل هم مش فروض رخصة مناع حراس بطبع الهزب في اول ايام شهر جوامن سنة 1955 وعلى ضفاف ميناء حلق الواد بالعاصمة تونس منذ الساعات الأولى لذلك اليوم المشهود توافدت الجموع الغفيرة على الميناء لاستقبال حبيب العمة المجاهد الأكبر كما يحل لمريديه مناداته رئيس الحزب الزعيم لحبيب ركيبة فقد شاع الخبر في البلاد وتتالت إخباريات الإذاعة عن عودة القائد المظفر محملا بالاستقلال تتويجا لعذابات شعب تتويجا لمكافحة وجهاد رجال سقوا هذه الأرض بدمائهم الزكية رجال تركوا الدفع العائلي وابتسامة الأبناء وصعدوا للجبال لترويع المعمر وتركيع المستعمر في الجانب الدبلوماسي رجال تونس تفاوضوا في الشرق والغرب عمال تونس تحتلوا الاتحاد العام التونسي للشغل الحزب الدستوري الحزب الشيوعي اتحاد الفلاحين الاتحاد العام التونسي للتجارة تجمع التونسيون من كل حد وصوب كلهم جاءوا للاحتفاء بعيد النصر وتوقيع اتفاقيات الاستقلال الأولية لكن الفرحة لم تشع في قلوب الآخرين مما انتوجسوا خيفة واعتبروها اتفاقيات تنضح قيودا وتبعية وكذلك خيانة انا حذرت مروح من جابس جاي من جابس نهار واحد وثلاثين ميه ما تتصوروشش معنتها شنو الكفاش يعني البلاد هابطل تونس يعني سواء من جبلة او سواء مثلا من رمادة او سواء من هيبات الترينو من فوق راكبين عليه من داخل ولا فما يعني كل لانجار تلقى قدامه يعني الاف الترينو في جرط الترينو والناس راكبين جايين للتونس مش يعرضوا لبرجيبة مروح برجيبة ومروح الاستقلال يعني برجيبة مروح بالاستقلال ما عندكش شك في هذا ما كانش فامش كوني يشك فيها ممكن بقعد بالتبك الحال الاوساط اللي هي عندها افكار ولا عندها خبرة اما بقيتها ما فماش كانش كوني يشك انا كنت اظن كنت في اوروبا ولا في فرنسا وكبيرا وكل صفة دعيته إلى دعاوني باش نجيني نمشي للبابور والروح مع برقبة من فرنسا كنت أنا في البابور جملة الضيوف أخرين ونتفكر اللي كان جماهير كبير ياسر في البرد وهو يسلم بطبيعة الحال المتأثر ونتفكر مليح من جملة الأمور اللي ربما جابتلي شوية بلاء من وقتها فما كان أنا نادالي نادالي على الشرفة متاع البابور وعنقني هكا والناس اتعايت الضيوف لأنه أكثر الناس اللي يأنيكا أكثرهم عمال في تابعين الاتحاد العام التونسي الشو بحيث هك الميزة هذي كان يعمل هالي ربما شكر الشغالين على قبولهم واتقبالهم بباك الحماس هذاكا اللي يوم في البرد والتحية للكاتب العام تحم فقط مش عاجة أخرى الإعلام على عودة الرئيس زعيم بلحبيب بورقيبة كان عن طريق أول عن اللذاء ولكن كان عن طريق الحزب وعن طريق الشعب الحزبية وعن طريق معنى الثوار في جميع أنحاء البلاد بحيث الزحف اللي وقع على تونس قبل بنهار مش بشر بركة بشر رخيل وجمال يعني اقتبال تاريخي يدل على أنه ثم مش حمية تعلق بالشخص فقط وأنا ما أتعلق بالبلاد اللي هي نفسك خذت يعني سيادتها وخذت طريق للسيادة والشعب شعر بأنه يومه هذا مش يوم فقط الحزب أو يوم الحبيب بورقيبة هو يوم الدولة وهذا من يمكن فضائل الحبيب بورقيبة أنه ازرع في الشعب التونسي على مدى الحملات متاع الحزب والخطبة اللي كان يلقيها والاتصال المباشر ازرع فيهم معنى مفهم الدولة اللي دا شوية بذور متاعه ومآخر الدين عام 1861 وقت عملنا دستور الأول في البلاد التونسية بدأت تماما مفهوم الدولة لكن تغاطى عليه المشايخ 1861 وفقهاء البلات ومخينا رجعنا إلى الحمية القبلية والعشائر والسلاص والحمام وابن عزيز والأخير فالحزب الحر الدستوري معنا هو اللي غرس أو أحيا في نفس التونسيين مفهوم الدولة وظهر مفهوم الدولة يوم غرط جوا على خطر أننا نأوله على أنه التفاف شعب حول شخص مش خصير حبيب بورجيبة معنا كزعيم عاش في المنافي والسجون وإنما كإنسان يمثل معنا رمز اللي هو الدولة التونسية ولم نزل معنا من الباخرة أولا نطلع له شي اسمه سيد طهر بن عمار وشاد لي بي شاد طهر بن عمار بسيفة رئيس الحكومة في ذلك الوقت هو اللي مش يوقع على الوثيقة الاستقلال وشاد لي باي مثل والده ولمين باي الأمير البلاد عمتي شات له للبابور هبطته وبالفرحة شد يده ويبوس فيها وعم سيد محمد من لوطة يمسي عليه بيده وعم سيد الشاد لي يستنى فيه وهبط هو معناها من مهبطته اللي لم يعيش معناها مش هادته من يده ومحمود عبد الكافي وراه في الجبه فهمت اللبس الشياء تونسية وهي مهبطته وهو يومي على العباد معناها باقي المحارمة اللي بيضة هكا في يده ويحي في الناس كان معاها حسن بن عبد العزيز اللي كان زعيم المقاومة في الساحل كان معاها العجمي اللي هو زعيم المقاومة العجيمي المقاومة في ولاية القيروان وعدد من الطعر لسود العين وعدد من محجوب بن علي وخاصة اللي سوق في الكره بقى حميد التليلي ما ادرك حميد التليلي اللي هو معناها كاتب عام الاتحاد لعم تونس الشغل والذي يكون المقاومة في الجنوب الغربي منتع البلاد التونسية واربطت العلاقة بين المقاومة التونسية والمقاومة الجزائرية حيث منزلت حميد التليلي منزلة عالية يسر في تاريخ الكفاح الوطن وفي تاريخ البناء الدولة التونسية والتاريخ الكفاح الاجتماعي في البلاد التونسية وقتلي سيلح بيه بطلع فوق الحسان ركب فوق الحسان ظهروا قاعد عريان خزلي معجوب وحنا دايرين بيه هكا فهمتي ولا لا وحنا أنا ومعجوب نمشي وراه منتع اللي وراه الحسان خزلي معجوب قللي الزعيم فهمتي قلتوا هيا طلعني أنا طلعني أنا وعناها وراه خلينا نركب وراه فهمتي قلتوا هكا باشتقى هيا طلعني أنا هزيت التساق معجوب هزيت الوساقه بمتقوا ولا وحساقه واخره فوق الحسان ركب باش حماه باش حلوه حماه وظهره من تالي ومشي ديراكت مشي العزيزي وداخله للقصر ويقوله يا وجه النور لو أنتي أنا ما نكونش هوني توق هذالي وعمرنا ما كنا نظنه باش بورجيبة يدور علينا هذك من مفاهيم الدولة أنه يرى أن الدولة مثل مثل في شخصها ذاك اللي هو قاعد في كارتاشا وان كان من بعد باش نحيوه لكن هذالي هو مثال وهو الولاني النجم نقول لك أنا من بين القلايل اللي ممشيتش تعلطي بورجيبة أنا كنت نهارتها بالضبط يعني ما فيها حتى سر جيت خلصة ساعة قبلة لو كي جيت من تراملز جيت خلصة ما جيتش على طيق الواحد قبلني الناصر بي وزين بن عشور بدت نهارتها في دار زين بن عشور علاش لخطر لكتب اللي جايبهم يلزمني مش نسلمهم اعطوني إذن صالح بن يوصف قالولي في يد الطيب المهيري أراد أن يحط المسؤولين الحزبيين أمام مسؤولياتهم علاش لخطر سمع وفم مشكون وصلوا اللي يكونوا ولا فم واحد في تونس كان على علم شنو الشي اللي يصير أو شنو الشي اللي تعمل يعني بيحيزوا منجس لي وسي عزيز الجلولي وسيم محمد المسمودي اللي قايمين بالمفاوضات ولا كانوا يعقدوا جلسة ولا يخبروا الجماعة فما جامعة في تونس فما جامعة فما مسؤولين يطلبوهم يطلبوهم وهذا يأكده لي سيعاب العزيز بن عمران يقول لي يا فلان يقول لي نبدأ ونستنعه بالرق الناشف أنا هو المسؤول اللي مش يروح من باريس مش نسألوه كفين وصلت المفاوضات وساعتها جاء لحبيب لبر قال لازر راه هو نحن ساعته مزلنا في سوك قالوا راهوا بابا وخلتوا أشياء قالوا باش نتعرض تم مشيها نحها مش نينة هي غابة وجنينة نحها كعبة تفاح كبيرة ورشج فيها وردة وقالوا هذه هي هزها وقدمها لبابا الحبيب لبن هزها لازر في معامل فيها مشموم به وهزها ولازر راه وانتي ما كان جيني طون وريك اللبسة انتعى التربوش بالتربوش وكل لبسة كنت شوفيه تقولي هذا تركي طو هاو ما لابس كالكستين لازر اللبس عربي ولابسك التربوش وعرض برجابة نحن نتفرجوا فيه فتاة في وقت لي هابط مشان شدت الناس كل تفرج هاي هاي هزني هزني قتلوا هزني وقليني في الكربة وانو قعدوا نشوف كيفاش البحر والبطو وكيفاش برجابة وانا قلت نهارتها هذا استقلال وتونس عاد باش نعيشوا في خير ونعمة حتى ظهر اللي عشت في الهم حشاكو الغم جاء تحمل برجابة وتحمله ويبوس فيه يبوس ويبوس 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 وقعد وجير بوع ساعة وما يكاكل الحباد اللي جاءت متطوعة جاءت تلقائية مهاش جاءت معاناها حيب يقول يدزوا فيهم باش يجوا معاناها حيب يقول التلقائين حيب يقول عطيه ويشوفوا برجابة بركة مش مثلا متعا عطيه شوف برجابة ويسفق له ويعيد يا حيب برجابة هذا كاش نواء الفرحوا بيستقلوا شنوا فرحوا؟ شنوا فرحوا؟ كان حبيث وجميع المعنى حيب يقولوا الشعب مأيد الاتفاقيات اللي جاها اللي جابها بورقيبة من غدوة جاني طيب عصباح طيب المهيري قلت له سيد طيب هذي أمانة من عند فلان فلاني باي يقول لي سيد طيب بوقتها هاي يقول لي معانا فين قلت له سيد طيب خلي مش نمشي ونقبل بورقيبة انهارتها لبرمي جوا يعني خلقت بيد سيتي له ترنطا يامي باي قلت له سمحني سيد طيب اختر قلت له سمحني أنا نخير إلا كان مش نمشي ونقبل بورقيبة حتى لي نرجع الكل مع بعضنا من ترابلس مرحلة هذيكة موقعش قبولها من كل التونسيين المرحلة الأولى الاتفاقيات اللي سموه لأن الاستقلال بتاع تونس جاء على مرحلتين المرحلة الأولى على يدين شخص واحد الرئيس الوفد هو المرحوم الرجل العظيم حقيقة أنه طهر بن عمار وما أدرك طهر بن عمار نجح في المرحلة الأولى الاتفاقي سموه فترة الاتفاقية يعني تقريبا نسموه الاستقلال الداخلي لأن الجيش قاعد المزال ولا غير ذلك ما كملتش العملية الاستقلال الداخلي هذا لوقتها الجزائر في بداية الحرب 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 التحرير الاستقلال الداخلي فهم اللي ما قبلش المرحلة هذية كونها مش كافية وهذية ماناها فيها خيانة للجزائر بحقناش نقبله طوى هل الحل هذاء هذاء بشي ضعف ربما الكفاح الجزائر هل النظرية هذه كان نظرية المرحوم صالح بنوسف المهم أنه الجزائر الذي كان مفروض أن تندلع فيها الثورة لأن ثورة تونس المسلحة وثورة المغرب المسلحة سبقت ثورة الجزائر المسلحة بفعل الزعيم الحبيب بورقيبة التي ضرب على الحياة المقررات والتخطيط لاندلاع الثورة في ثلاثة أقطار مرة واحدة كما كنا نؤمن القومية العربية كانت تحبنا أن نجعل الأولوية للبناء القومي على البناء الوطني ونسكت على البناء الوطني إلى حين ونالهم لا خاطر الحزب الشيوعي قبل والبروليترية العالمية قبل بعثنا إلى نخليوا مطالبكم الوطنية وطوك تتحرر البروليترية العالمية وتدخلوا أنتم تتحروا معها سنة يبجأ حتى يجيك القم حم باج سنة يجاجة حتى يجيك القم حم باج قلنا وقتاش البروليترية باش تحرر وهذاك السبب اللي يجعل أن الاتحاد عم توني الشغل لما تكون عم 46 وكان عضو في الفسام لفيدراسون سينديكال مونديال اللي هي معنا من من اتجاه الشراكي الشيوعي لما شقلونا لذاري هذي قلنا بسلام عليكم ورحمة الله خلشنا منها وانتخلنا في لفيدراسون انترنسيونال دي سينديكاليبر في بروكسيل فهمت واذاك علاش فهمت الله اللي معنا تغير الوجهة وهذا صراحة بالنسو عنده فيه يعني عضلات وقت اللي تجيبني يعني مفاهيم اللي تقول لي خلي الوطني يمتعه وخلي بعد ما كفاح وطني وبعد كذا وبعد معنا سبعين سنة من الحضور هذي اللي كنا نخليوهم معنا نستنى وحتلين يعني جينا القومية العربية باش تحررنا مش معقول هذي دايما ثم تنازع بين القومية الوطنية الخصوصية وبين الكونية الونيفرساليتي التنازع هذي دايما موجود مثلا لي موجود في أوروبا مع الاتحاد السوق الأوروبي المشترك فهمنا باللي بوريجيبة اختار الصداقة الفرنسية اختار اليونيون فرنسيز اختار البقاء كما قلوها والمعاملة معهم هذي بالنسبة لينا ما يهضمش كما قلت لك بعد عامين ونص كما قلوه اثر شوية مظاهرات شوية كذا شوية ضربات وبعد تمت المسألة ممكن يتقبل الشي اللي تعمل ما بينه وما بينه مونتز فرنس اما كي ينقلك بعد عامين ونص ما يمكنش يعني كنا في ليبيا محيرين محيرين باه الى ان جات الفكرة متاع المرواح جاء صالح بن يوسف خبرنا مش نقوله فهمه هو والباهي لدغم معاه اول اول ما سمعت اوت تريزون منعنسي الباهي لدغم بالنسبة لبوريجيبة رو احنا في ذلك الوقت كانت تماما مرحلة انتقالية نبغي ان نتعامل فيها مع اللي شاركوا في الثورة ما كانش هما مش هما جابوا الثورة خطر الثورة التونسية كانت قايمة على الامرين على التآذر بين السلح وبين الفكر بين المفاوضات وبين يعني المقاومة في الشارع والمقاومة في الشارع ما قانوش بها يعني الناس في الحزب بركة قاموا بها الاتحاد كذلك والاتحاد قدم يعني معنى شهداء على رأسهم ذاك المصورة هونية في فرحة عشاد اللي يرحمه بحيث معنى المعركة الوطنية كانت هي معركة وطنية شاملة بالمعنى بالمعنى الكامل مش بها والانتحاد الصناعة والتجارة كذلك تقدم فنت الله سواء من شهداء سواء معنى مال الى غير ذلك بحيث يعني القضية المشاركين في الثورة اخذت حظها بصفة نجم نقول اللي اقل ما يمكن من استدام او من الحيف او من يعني الظلم من جانب الحبيب بورقيبة وما كانش عندها الحبيب بورقيبة كان يدخل عليه حسن بن عبد العزيز من دون من يستاذن يستاذنش عليه كان يدخل عليه العجيمة من الزلاص فمتلا بدون ما يستاذن على خطر كان يقدرهم كان يعطيهم منزلتهم لكن يفاهمهم وقدرهم يفاهمهم فمتلا قال لي بناء الدولة خطر اخرجنا من مسألة المقاومة وتخلنا في بناء الدولة بناء الدولة يستوجب فمتلا فكر يستوجب نقاش يستوزب تفاوض ما يستوجبش تصادم تصادم يجيه اذا كان يلزم وجاء في بن زرط فيما بعد لكن معنا في المرحلة هذيك كنا محتاجين الى فكر الى حوار الى عبقرية سياسية هذا هو السلاح الاساسي وهذا كفى امتلاقي اللي كان يعني الصالح بن نصف ما ادركوش ما ادركش يعني الهميته لو كان صالح بن نصف ادرك ان له دور بالقياس الى بناء الدولة وانه كان ينبغي ان يتآذر في تآلف الحزب معنا ما تانت الحزب ربما تاريخ تورنس كان يكون غير اللي كان عليه احنا شكون نمنوا وقتا احنا في وقت الثورة متاعنا نمنوا بزوز وزوز وعماء بورقيبة وصالح بن نصف هذي من الاثنين اللي نمنوا بهم بزوز وعماء معناها كبار ما هما اللي معناها يحب يقول بشي بالاستقلال بخينا فوقع خلاف بيناتهم الخلاف احنا اللي مقتنعين اللي مقتنعين معناها بالاتفاقيات اللي جايبهم سي الحبيب معناها معاها واللي جايبوا سي صالح مناش مقتنعين بيها احنا وبعد هذا سي صالح زعيم ما نكرهوهش وما نحبوهش ولكن ما نحبوهش هو مش ما نحبوهش هو اللي شخصه لا ما نحبوهش اللي جاي بيه معنا الكل ولا بلاش هذي يا لا ما نحبوهش بالخطأ احنا عديت انا واحد من ناس معناها جملة للثوار عديت عام ونصف جبل ما بين العاص ما هو جبل وريت معناها في حبيث يقولها العذاب والميزيريا والعذاب أنا هكفاش وشي يقول لي لا الكل ولا بلاش ما فهماش الكل هذي ولا بلاش هذي أنا تنجز في فرنسا معناها هبيك ولي تقول لك يا سيدي ما نعطيكش الكل وهو نعود نحتال لك مرة أخرى شنو هو الأخر مش عارض لها هو أحنا مقتنعين بسي الحبيب اللي خوذ وطالبي واش خوذ وطالب لازهر لا يكره بورقيبة لا يكره صالح بن يوسف باهي معهم الكل آما ده العرق اللي بين بورقيبة وصالح بن يوسف هذيك لازهر خطيه مشو داخل فيه هذيك حكاياتهم هما على الحكم الحاد بورقيبة يقول أنا جبت استقلال وانا نحكم صالح بن يوسف يقوله لا مش كنت جبت استقلال زعيم بورقيبة كان يجي للقصر وكنت أنا واحدة من الناس حد من العائلة ما كنتش في بالي اللي هو ما يكونش منها سي صالح بن يوسف كان يجي ما أقل وكان كنت نسمع عليه كان الخيء وكانوا يقولوا راه يحب العائلة وقريب للعائلة وعندي برشة من عائلتي كانوا يميحوا سي صالح بن يوسف أكثر من سي الحبيب بورقيبة صالح بن يوسف بعد لا تحدث مع بورقيبة في قوت 54 قرر في وقت من اللوقات مش يسلم الحزب ويبعد هوني فين 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 الجو تعكرة لأن صالح بن يوسف كان ما هوش موافق على الجزء الأول بتاع المرحلة الاستقلال يعني اتفاقيات كأنه يعتبر وأنه هذاك هو ما أعطي شفه بحاجة أخرى بينما المفاوضات ما انتهتش في الحقيقة هو وقت غايم وقت لي أروا أحبو القبل وقت صالح فلوس ومزار غايم شكون لي رجعوا رجعوا الجماعة لديرين به فضلك ولو ماشين جايين عليه من تونس يسي صالح من فضلك يسي صالح هذا واجبك كيفاش تجي تويك تسيبنا في وقت كما هذا باهي لكان بورجيبة كما قلوها هكا ضعف ولا واحد كيف تزيد أنت سيبنا كما قلوها ما يمكنش ما واش وقته واجباتك وكذا وواجبك رجع صالح بن يوسف وقتها في سبتمبر سبتمبر يعني 55 شي ماشي جاي بالي ماشي جاي ما بين تونس وما بين القاهرة وما بين روح صالح بن يوسف هبى الجميع لاستقبال الزعيم صالح بن يوسف عائدا من القاهرة أكثر من 15 ألف شخص حظروا للمطار على رأسهم الزعيم بورجيبة مستبشرين بعودة الزعيم الثاني للحزب الدستوري الجديد فرح المستقبلون مهللين باتفاق الزعيمين الكبيرين لكن هاي فاك فكرنا السيارة اللي راكب فيها بورجيبة وصالح بن يوسف كان موجي سليم راكب معهم وكنت أنا والطيب مهيري يراكبين معهم وأنا والطيب مهيري الشبان نتسمقوا بالنسبة للأخرين من الشباب نتسمقوا كيف نعرفين الخلاف الموجود كيف يبدأوا جماهير كبيرة وإحنا ماشيين في الطغوبيل أنا نشد يد زي صالح بن يوسف وطيب مهيري يشد يد بورجيبة ولا لأكس أنا نشد يد بورجيبة ونحطوه مع بعضهم أكبر معنا باش باش الوقت لجماهير باش تصفق جماهير الناس وكل معنا ما فماش كأننا نقولوا فماش خلاف كأننا نتغناوا معناها كونوا فماش خلاف وفعلي وصلنا للدار وصلنا للدار صالح بن يوسف في من فلوري وجماهير كبيرة وكان كان قود فيهم عزوز الرباعي رحمه الله كامل جايب بمناهج جماهير كبير ياسر باش يسلموا على صالح بن يوسف وعلى بورجيبة بورجيبة حتى حتى يسميوها الشرفة دار صالح بن يوسف كنا قاعدين غادي كان وتكلم صالح بن يوسف وقال يعني قالها بالجهال قال هذه خطوة إلى الوراء ما هيش خطوة إلى الأمان على الاتفاقية احنا وقتها متحمسين قلنا بورجيبة يجاوب جاوب باش يفسر وقام فعل المورجيبة وتكلم باش يفسر وكذا وعالأسف انقصم الحزب استيسالها بن يوسف انها يحب يرجع الزيارة اللي سي الحبيب مشاهل وزاره اذاك شنوه يجي هو جاء للدار متع سي الحبيب وهبط لوانا معنا للمضاء وهبط ملكار هبقوا معايا طيبة عبدالله وطلعناها لسي الحبيب علي صنديد وخليبة العزوزي فهمت جاعدين في الصالة وقام البيت متاع سي الحبيب زوزتنا البيت متاع سي الحبيب وسكرت الباب وجعدت مع جماعة هي كهو نسمعوا كان في الحس والدوة والعياة وقت اللي تحل الباب خد الباب مسكر هما لداخل وقت اللي تحل الباب خسله سي الحبيب مش قاله قال له لا لا ما نعطيك الشعب تنميه في الشحين هذا سي الحبيب وفي مريول خلعة اللابس مريول خلعة نخذوله من منفق بالعرج يكهو خسر له سي صالح الله يرحمه الله يرحمه بكل فامسر وقال له هم في رأة قابلوا راس راس ما أمكنش قابلوا مع جماعة ما أمكنش باي شوالات في الاخر ولاات كل هل مش يولي يبرر موقفه يفضلك أمام الشعب هما 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 لي دخلوا الشعب في في مازق هما لي عيتوا للشعب كما قلوها في وقت ما لو قات مش شعبت يحارب فرنسا باي شوال له ولو بتاعت مسؤوليتهم صالح من يوسفي حس اللي هو زاد ولا مسؤول مدام رضاء وعود رجع كما قلت لك كان من شعبت في القهرة مش يسلم في الحزب ويخلي بوريجيبة يعمل يظهر له وهذا كان القانون في الحزب يعني جماعة اللي سلموا من الحزب لكل ما هذا علاش بوريجيبة يعتبر الحزب بتاعه ويعتبر أراه هي الصحيحة ولذا ما توافقوش تفضل هذا هو الله أعلم اللي متراكة إني خدمة وربما ما باستعمار الفرنساوي ويش عمل ويش عارفين المهم هو أن الحزب تقسم على ثنين وقت اللي يعمل خطاب في مدنين ولا في جبل ولا في معناها في أي مكان معناها في الجنوب قد يقول الاتفاقيات اللي جاوها مبوريجيبة بيش عارب بيهم قبر النبي غرط جوان و عشرين مارس غرط جوان وعشرين مارس ستة وخمسين انقاضات تسعة أشهر كانت حاسمة في تاريخ تونس وخاصة في تاريخ التحول العميق اللي حدث في بلادنا بالخروج من سبع عقود من الاستعمار والدخول في مواجهة ما كان يسميه بورجيبة مشاكل الاستقلال يعني بناء الدولة و عادة هيكلة الإدارة والجيش والأمن إلى غير ذلك الصادف أن في هذه الفترة في التسعة أشهر قام خلاف أولا كان خلاف سياسي ثم قال إلى فتنة وطنية خلاف في تأويل اتفاقيات الاستقلال من جانب شق من الحزب الدستوري اللي كان يزهمه صالح بن يوسف و صالح بن يوسف هو كان يعني من الأمين العام المساعد للحزب مع الحبيب بورجيبة كانت عنده نظرة إلى الانتماء الحضاري وإلى الترابط الثقافي والاقتصادي مخالفة تماما لنظرة الحبيب بورجيبة كان يرى أن يعني المرجعية الثقافية متعتون سيزم تكون ترجع إلى الشرق الشرق في ذلك الوقت كان معنا جمال عبد الناصر هو اللي قايم على النظام في الشرق ونعرفه أن جمال عبد الناصر كان يدعو إلى الوحدة القومية واخذها جمال عبد الناصر ذريعت قيام الثورة الجزائرية في عام 54 بش يقول أن يعني واجب الشعب التونسي والحكومة التونسية والحزب حرود السوري التونسي أنه ينضم إلى الكفاح الجزائري ويؤيده وقبوله للاستقلال الداخلي حتى وقتا كان استقلال الداخلي هو أخيانا في بيدان القومية واخيانا في ميدان يعني المغرب العربي واخيانا بالنسبة للجزائريين أخوانا الجزائريين فهذه هي نظرية ثم كانت كذلك هناك يعني شمية الأخوان المسلمين التي تكونت عام 928 عيد حسن البنة وهذا سيظهر فيما بعد وقت ندخله في مناقشات الدستور ويقع فيما يتعلق بها الفصل له المحنون اللي تعركنا عليه في مرة أخرى في السناء في الدستور كان ثم خلاف ما بين سيل باهي لغم الله يرحمه ومسيشال دي النيفر سيشال دي النيفر حابي أعط في الدستور أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة مزالت وقتها مثلا ما جمهورية قطر مزالتها في نظام سيدنا أعلى من بي وهي دولة إسلامية عربية قالوا سيل باهي لغم ما تماشا إسلامية عربية واخنا شنو اللي في فكرنا وقتها فكرنا خلفية متاع الشرق وخلفية مصر اللي كانت فيها الأخوان المسلمين وكان فيها القومية العربية بحيث وقت نحطه عربية معناها تنتسب إلى القومية وإسلامية تنتسب إلى الأخوان المسلمين وإحنا هذاك خطر وإحنا نعايشين منه مع الأسف هذاك خطر ينبغي أن يعني نتقيه وأن نحفظ سيادة تونس من هكذا الخطر هذاك بحيث يعني الخلاف اللي كان سعى مساحب نصف خلفيته هذه وقت اللي وقاع الخلاف اجتمعنا في الحركة العملية في الاتحاد عامة ونسل الشغل وكلفته أنا ومحمود الخيري ومحمور الرياحي ومحمد الري كوفد دائم بين بورجبة وبنوسف حتى نقربوا المواقف لبعضها تدقن الاتحاد بقرار من المسلس الوطني للاتحاد لعامة ونسل الشغل وفعلا مشينا كم من مرة احنا احنا الاربع تصالح في نيس بعد تاني يمشون بوقيبا في جاية موفلورية مش موفلورية في جاية المنازح التعطوى وقتها بلعش السفر والحب وهم ذوك ما 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 جحناش تتأزمت الامور اعقد الحزب الدستوري الجديد مؤتمرا باسفاقس فيما بين 15 و18 نوفمبر 1955 لحسم الخلاف بين ريتي الزعيمين رفض صالح بن يوسف اتباعه المشاركة فيه وقد ايد المؤتمر الاتفاقيات المنظات وطالب بتطويرها في اتجاه تحقيق الاستقلال التام وبضرورة انشاء نواتي جيش وطني وتركيز نظام جديد وانتخابات مجلس تاسيسي طلب مني انا والفرجاني بالحج عمار برقبة باش نمشي ونكلموا صالح بن يوسف في التاليفون بالنسفاقس من وطيل من وطيل من داعسفاقس ومشينا وكلمت انا صالح بن يوسف محظر صالح بن يوسف بالحج عمار حاولت مش نقنع باش يجي يحضر في المؤتمر وقلت له ما انا خلي المؤتمر هو ليفصل للقضية انا نتفكر على اسف ما نجم اقولها الان التاريخ الصغير او التاريخ الكبير من اشعار انا وقفت الكلام وقتلي بصاحة صيحة تاني صراح بنصف التاليفون قال لي تحبني نجين للمؤتمر باش الولادنية يقتلوني بالحرب المؤتمر تعمل كما قلت لك من طرف سلحبيب عشور وعاملوا في سفاقس وجماعة اللي حضروه واللي كونوه لكلهم بصلاح فرودهم محططين على جنوب وقعدين يعسوا وهذا يقوله هولك البرجيبيين مش عنا يفضلك مش اليوسفيين اللي يقوله لك هذا وتم المؤتمر المؤتمر اكد اكد الموقف المرحلة هذيك واكد البرنامج الاقتصادي اللي عمله الاتحاد العام تنشي الشغل وهداه للمؤتمر متاع الحزب لان احنا ما زلنا ماعديناش للمؤتمر متاع الاتحاد نفس البرنامج اللي حاول مش نطبقه وانا وقت اللي اتخذت للحكوم هذيك مؤتمر صفاقس كان عنده دور معنا سياسي ودور اقتصادي واجتماعي وانا كنت مشارك فيه فامتلا بصفتي اولا مسؤول على الاعلام في ذلك الوقت وبصفتي عرضيا مسؤول على القضية الاقتصادية لانا وقت اللي جاسر باهل اضغام باش يشوف الوثائق متاع الاتحاد اللي امتاع الحزب اللي حضرناها للمؤتمر ملقاش الوثيق القرار التقرير الاقتصادي وعليش ينقع الجماعة اللي كانوا معنا من انصار صاحب نصف مشاركين في الحزب في المؤتمر متاع السفاقس وكانوا ينتقبوا ان صالح يجي يحضر في المؤتمر لما أعلم انهم موش باش يحضر وعمل خطابه كده خطر المؤتمر متاع السفاقس ده من ثلاثة أيام لو جعل المؤتمر لو جعل القرار الاقتصادي يلقاه هربوا به بعض الناس هزوا الوثيق متاع المؤتمر وروح بعد ثلاثة جوان بعد ثلاثة جوان عام خمسة وخمسين تكشفت المفاوضات وتكشفت الاتفاقيات وفهموا التوانسة كما كنت نعودلك وحكيت هالك ما فما حتى موقع سيادة با السفاقس سيؤلوا يتسألوا علاش ملا نحى بورجيبة هبتش معها ملا تكشفت عامين ونص اكتر من عامين ونص كما قلوها قتل ومقتول وناس موتة وناس مضحين با ليش هذا الكل ليش الى كان ما فماشي سيادة الى كان ما فماشي ما وقع سيادة واقتل لي موندس فرانس في فضلك وعد البي في خطابه امام البي يقوله في الاخر بالكل يمكن لكم تويكة مش تبدأوا كما يقولوا في سيادتكم الداخلية ولا فم لا داخلي ولا خارجي با وقتل ويسي صالح الاتفاقيات هذه اللي انت مكش موافق عليها قتلوا انا مانيش سياسي كيفك مانيش رجل سياسي قتلوا لو كان فيها فصل واحد انا كنت نقبلها ونوافق عليها وعلى خاطر فيها الفصل هذا انا موافق عليها هو ان تونس عند الحق باش نظم انتخابات اتفاقية الاولى نظم انتخابات وتنتخب مجلس تأسيسي لصناعة دستور البلاد قلتوا انا هذا واحد يكفيني باش نقبل هالمرحلة الاولى هذه بتاع الاستقلال قلتوا لان اشكون باش ينجب يعارض مجلس الاسيسي وقت يقع انتخابه ويجتمع الجلسة الاولى يقف النواب الكل يقولوا طوى باش نصوتوا على الفصل الاول للدستور بتاع البلاد ويكون الفصل مثلا ابدعت في ذلك في تلك اللحظة تونس دولة مستقلة حطينا الجمهوري على قطر البي موجود دولة مستقلة دينها الاسلام والوغتها العربية والمجلس التأسيسي يصوت على هذا معناها تونس دولة مستقلة دينها الاسلام ولوغتها العربية صالح بن يوسف يعني ما بدلش لغته يقولوا احنا عرب فما استقلال احنا طالبين استقلال نمناش طالبين شي اخر وطالبين مش نتوافق وطالبين اقامة المغرب العربي بالضبط يشهد الله ويشهد العبادة لم يزالوا حيين يعرفوها ذلك بكامل الحماس صالح نوس قال لي ياسي حمد اذا كان هكا انا معك ثلاثة مرات يعني اذا كان هكا انا معك اذا كان هكا انا معك اذا كان هكا انا معك المثلة بعد 15 بعد 15 نوفمبر بورجي بحث اللي يكونوا سواء بالمؤتمر سواء من غير مؤتمر الشعب ما يل عماله هو يميل لصالح بن يوسف ومش يولي يختر عملوا له اجتماع في جامعة ستونة صالح بن يوسف مهون بل اها اجتماع خارق العدل عباد شات بل اها من ونهرتها اول ضحية بتاع الازمة في ناشة باشة قتلوا واحد مشينا معنا الجنوب ورسي صالح وقتها وصلنا حتى الجربة وقت اللي احنا داخلين لجربة العباد المواطنين بتاع الجربة قاعدين في السوان نطاعة الزيتون وعطينا بظهورهم المنصة في حمد السوق المنصة اللي محضرين هالو في حمد السوق لغاديك كيف مشي اخلتنا الحمد السوق واخلتنا المنصة ما فهم حد طلعنا احنا القردكور بفوق المنصة ونعيد بورقي با في جرباء بورقي با في جرباء بورقي با في جرباء فهمت وبدأت العباد تجيب بشوية بشوية طلعت يا حبيب معا يلقي في الكلمة شوف البطحة تعبت بالعباد ولا خطاب عام ولا خطاب كبير يازر وخطاب فيهم وقنحهم اخطناع كامل تام فهمت اللي كانوا هاربين العباد وجاءوا بدأوا بشوية بشوية سحرها بالكلام بتاعه وعد فجذلك الوقت انه ماشي اخر الاعلان عن طرد صالح بن يوسف لكتاب العام للحزب ولم يقع احترام ذلك الواعد مع الاسف الخلاف تبلور الدرجة اللي ما عادش فيه رجوع صالح بن يوسف في شيرة وبورقيبة في شيرة به تويك بورقيبة شوالي يخمم ولا يخمم على مجلس التأسيسي مجلس التأسيسي ما يلزمش يكون فيه صالح بن يوسف موجود في تونس يعيشك وهو ينجم كما اقولوا يشرع في مجلس تأسيسي مش يوليه مشاكل ومش يولي كما اقولوا ناس تطوط علي مين والاخرين علي صار وتولي مشكل واختلي هو بورقيبة حاشته بمجلس التأسيسي لشخصه يفضلك للأجندة متاعه اللي مش يتوصله للسلطة لا صالح بن يوسف احترم التعهد متاعه ولا بورقيبة احترم رجوع صالح بن يوسف إلى حقيقة الأمر من الاتفاقيات هذا دليل وانو مثلا ما هواش وخلاف على الوضعية التاريخية هذه لا ظهر اشي قول هو لا ظهر ده نسمع هيدا اللي تحدث وتبن هيري تقوله نحنا اخراجنا وجاهدنا وجبنا استقلال التونس باش الرواصات الكل يقعدوا راديين يقعدوا باهين علي شك يعملون تقوله يا أخي اللي غالب اللي غالب تقوله أنا هنطلب من ربي يهديهم وخنعيشوا في هالبلاد اللي استغلينها و وتدمرنا عليها خلي تنتج البلاد وتطلع وقت اللي صارح بن يصف يعني دعية الى مؤتمر السفاقس في 5 نوفمبر 1955 قالوا المؤتمر في 1200 نائب من مختلف جهات البلاد اجا سيدي تفهم قدام المؤتمر وبين قدام المؤتمر ان السياسة اللي تباحها بورجيبا هي خطوة الى الوراء وهو بين لي خطوة الى الماء مشوفون يعني هو ارفض وعمل فهمت الله خطاب في جامعة زيتونة و ارفض للحزب الدستوري يكون الامنة العامة بحيث هذا معنى الغلط الاول ما كان مؤتمر كان املاءات من طرف بورجيبا وجماع اللي معاه للقعدة غياب صالح بن يوصف عن الحزب وعن المشاركة في مظاهرة مثل مؤتمر السفاقس في اعتقادي انه كان يعني من الهفوات اللي غيرت تاريخ تونس كيفاش تحب صالح بن يوصف في فضلك يخرج من تونس ويمشي حتى الاسفاقس ويدخل في ناس مصلحين شو لي نجم يقول اهي سيني تضرب ولا تعمل ولا واحد اي كيفاش اول شي سعى هو اللي كان يقرر المؤتمر كسوكرتير جنرال هو اللي يقرر المؤتمر انا عندي 30 عمري وقت واحترامي معناها وتقديري كمناظر حزبي في السر وفي العلانية من شباب احنا من جيل لانا طيب مهيري حاسيب بن عمار عزوز رباعي من شباب لا نجم نشكه لا في هذا ولا في هذا اللايحة الاخية لامتاع المؤتمر كلام صالح بن يوسف تحط فيه الاستقلال التام وبناء المغرب العربي والمجلس التأسيسي الشي اللي كان اللي تطلب به قاعد صالح بن يوسف ولا في لغة برجيبة في المؤتمر اما النصوص والنوايا والطريقة اللي 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 خدمنا بها المروع تبينت وأن الاتفاقيات ما هيش خطوة إلى الوراء تبين لصالح بن يوسف وأذعنا في ذلك وكأنه معناها أنا نعتقد وأنا برجيبة غضب على أحمد بن صالح اللي أقنع صالح بن يوسف بهذا أنا نعتقد هذا الداخلي يلزم نتخلصه من صالح بن يوسف ومن جمعته وقته ما عادش فمه صبر علاش البي وافق على مست التسيسي مست التسيسي لمصلحة شخصية لبرجيبة ولذاش يلزم نظفه تونس وقتها بدأ وانا الفتلك نظرك وقتها بدأ القتل بدأ قتل الشوفار متع صالح قتل محمد بن عمار المصور قتل مختلع طيام رعب هذا الصالح بن يوسف و الجماعته مشي لكان هكا يا يسكتوا يا يخرجوا من البلاد به وإلا يردوا فاعل هم اللي بدأوا بالقتل فاهمتني احنا وقت اللي مشينا الجندوق السوق الربعة ممشيناش فنقتلوا احنا فاهمتني وانما الثوار اللي في الجبل هذو ما معناها ناس استرق ما همش ما همش يوسفين فاهمتني شدينا احنا اليوسفين شدينا الشي اسمه محميدة البروني وعياد البروني شديناها وما خلت ما هنوعد من الناس الله يسامح صارت الزدمة امتاع نهار 28 جانبي 56 بحي يخرج مسؤول من الوحدة يعني من بزارة الداخلية يعطي سبب مشنو السبب اللي يعطاه قال نازلها بتاع شملي واسي شملي وهذو مجمعتي شملي يعني وكانوا مش يقتلوا فما ليستا وفيها قتل وما فيها خط في خرجة من الخارجات معنا قتلونا في قربة الحبيب الدقي الله يرحمه فهمتي يقول الله من المسجميل وهو القردكور معناها اللي هم معناها ريزيرف بتاعنا تونس تونس في شهر فيفري نفس تونس متى عام 52 مجاهدين يتجراوا في اللاجبال تونس كلها لو نقولك تونس كلها علاش لا خطر لو لو قعدت المسلة مشا كاكا يعني بسكول كانت المسلة مش تقلب الشعب التونسي كان مش يقلب ضرب عكابات اللي كانوا مع بورقيبة بورقيبة شنو اللي شادوا وقتا شادتوا السلطة الفرنسية وشال الحكومة لحكومة وافقته والعملية وقت اللي يزدموا على صالح نهار لـ 28 56 مونجي سليم والديركتور سنترال الفرنساوي والجرد موبيل وجدرمية يعني بحيثوا المسلة مدروسة اللي يلزم عالناس هذو ما صالح بن يوسف ومن معه يتنحاو فلتوا عليه عندما وقع الخلاف الكبير أنا كنت لسه راجع من القاهرة بالأسلحة لتسليح المجاهدين التونسيين وصالح بن يوسف الذي هرب من تونس بعد أن كان الزعيم الكبير لأنه لم يقبل الوضع الجديد الذي جاء به الحبيب الرقيب في ذلك الوقت هو نزل في الوتيل والدان في طرابلس وانا لسه جاي من القاهرة قلت له الآن سي صالح نعم من المنتمر صحفي قال لي شنقوله فيه قلت له أولا انبرهنوا أن الذي جاء بالاستقلال هو الشعب التونسي بموقفه المؤيد للأمانة العامة التي كانت تطالب بالاستقلال وأنه لم يبقى خلاف بيننا وبين الحبيب الرقيبة سوى تحديد هذا الاستقلال وقلت له سي صالح انت حلف جنة عشرة أذرع مش ذرع واحد قلوا احنا الاستقلال بالنسبة لنا الجلعان بن زرط واستقلال الجزائر فنحنا نعجزه بهذا ونقولوله انت رئيسنا كما كنا بالأمس بورقيبة ما كانش يهمه لاستقلال بورقيبة عنده أجندة مضبوطة مريقلة من وقت موندس فرنس شنية الأجندة بلاست البي وقت اللي موندس فرنس يقول له فرنسا طويقة مش تسمع بمجلس تأسيسي ومجلس التأسيسي مش يكون حر ويقرر الرجيم اللي انتوا بحاش تكون بيه ويعطيه صلوحيات كما بتاع البي طريق مفتوح عزيزي قال أنا طوى هاو تونس وصلت للاستقلال لأسمبلية معمولة فيها لكوميتي دي كارانت عملت لنجم نعمله طوى أنا نحب نحط حد لهو ينجم يسير البلاد خير مني وكان بش يحط بش يسمي هو بيدو لحبيب بورقيبة يا أخي ما حب هاشي قال لي الحبيب بورقيبة خان قلت له لا أخطأ قال لي خان قلت له أخطأ بالدليل تراجع وحطم الاتفاقيات وجاء بالاستقلال لش نقولوا للشعب قلوا لي أنه جابوا لحبيب بورقيبة ما يصلحش مش ممكن وهذا اللي خلت صالح بن يوسف يخسر تأييد الشعب التونسي ويهرب من تونس نقول لنهار المحفورة الغمتو بقدير سرباها تخفوا بالدورة خلوا كانت شوافات فرنسا مقهورة في حسب ترانشيات دنيا الغرورة تخططي بالساعات كيف البسكولة لها رجحت بالشي تحير يد يقول هز جنودك بره طير تونس عندها رجال يجيبوا يجيبوا لها استقلال يزلوا لها لها العلم على رأسه ونش ما وهلق لا مين باي تظلم لا مين باي لو هو ما نقول لكش وحده عمل كوميتي دي كارانت هم اللي يسيروا فيه معاه ويحكي لهم ويخذ يخذوا أقوالهم يخذ أقوالهم ويسمع كلامهم ووصل تونس للاستقلال الاستقلال بورقيبة ما كانش وحده نجم يجيب الاستقلال ما ننساوش الجماعة اللي في الجبلات اللي دافعوا وليعطاوا حياتهم على تونس هذوم كهوم اللي يجيبوا الاستقلال سيم محمد شنيق هو اللي يجيب الاستقلال سيم محمود الماطري هو اللي يجيب الاستقلال مش وحده بورقيبة صالح بن يوسف بعد لا تحكم عليه ثلاثة ولا أربع مرات بالعدام زل هو حس دفاع شرعي يلزم يخطط ويلزم يحاول مشوق البرقيبة سبحان الله كجندي للقضية التونسية وحتى كمؤرخ وأنا أتحدث عن أحداث تاريخية يسوءني جدا موقف صالح بن يوسف صالح بن يوسف في موقفه الأول خدم تولس والجزائر والمغرب وباقي دول إفريقيا ولكن بالتعنت بأن الحبيب بورقيبة خان ولا بد من مواصلة كفاحه والمعارضة الذي كما قلت فرض عليه أنه يهرب من تونس ويلتجي إلى ليبيا يعني خطأ كبير جدا وما بناه هدمه الكل ما دينا يدينا على البلاد هذية الكلنا كما أقول أنا ما نصورش علاش نقول كذا يا علاش أنا بالنسبة لي أنا ما فماش تونسي خير من تونسي يفضلك والواجب الوطني الواجب الوطني عمره ما كان لا فيه فلوس ولا فيه شكون يجي يدقلك على دار يقول لك من فضلك أخرج يداف علي لا الكلنا أخرجنا من غاية من أجل تونس بحي ولذا نخليه تونس على شيرو نوليه نظلوا في بعضنا نوليه نقتلوا في بعضنا إن شاء الله تونس تبقى عالية وعليما هي رفرف وشعبها فرحان وعايش وحكومتها إن شاء الله يجي حكومة بياها روسها مليانة بالعلم قلوبها طيبة احنان على الشعب احنان على الرملة احنان على اليتيم ينتشوا في بلادهم يعلوا تونس أخطر السفينة لك بيش تغرق بينك ولك بيش تطلع تطلعنا الكل موسيقى 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 موسيقى